المشروع من المشروعات التي تلكت لفترة وأيض مرة أخرى العمل عليه هو مشروع توشكا لا أحدك تتكلمنا عن هذا المشروع وإنتاجيته إعادة إحياء مشروع توشكا الدولة كانت عندها العزم أن هي تطور من المشروع تحل العقبات الموجودة فيه بنزرع دلوقتي برسيم حجازي في توشكا بنزرع موالح المشروع الحمد لله بقى فيه مردود كبير ليه وإنتاجية كبيرة للمحاصيل المزروعة في توشكا جانب آخر من الموضوع كمان يا دكتور يمكن ما حدش مركز معاه شوية هو توفير فرص العمل المساحات المنزارعة دي بالملايين الأفدنة أكيد بتحتاج أيدي عملها فيه ناس شغالة في هذه المشروعات طبعا الزراعة من السيكتورز اللي بتحتاج عدد عمالة كبيرة وبالتالي ده إحنا بنحل مشكلة بطالة إحنا بيبقى فيه عدد كبير من العمال والمهندسين والاستشاريين وحتى ده ده دايريكت والإن دايريكت بقى تلاقي يعني كل الجهات أو الأطراف المعاونة الغير مباشرة اللي بتساعد في الزراعة